رح نتوقف مع أول اتصال من الأخ محمد ألو أتمنى صلون الأهلنا بالعراق حتى نتخلص من هاي الغمة اللي موجودة بالعراق ومن هذا الإرهاب من هذا القتل أقلمني كثير يعني أنا ابني مهندس وقتل لأنه ذبح وقتله ودزولي شريط فيديو ويعني على سيدي ودزولي مذبوح ذبح يعني لأنه كان يعمل وهو مهندس يعني تعرفين ابني الوحيد ابني الوحيد الصور ابني الوحيد قتلوا ابني الوحيد قتلوا تأسف يا أحمد ودبحوا ابني الوحيد يعني هذا يعني أنا ربيعته مثل الزهرة مثل الزهرة اللي تتربى مثل الوردة اللي تربينها وتربينها شنو ذنبه أنه كان يشتغل مع القوات التحالف مهندس هو مهندس فقط أخاف أعلن عن يعني أعلن أنه أردت صير مسيحي أو هذه لأنه كافي كافي قتل كافي ذبح نعرف المسيح نعرف المسيح ونعرف يعني من جيراننا من معارفنا من أصدقائنا المسيحين اللي موجودين بالمنطقة وهذه وهل تعرف أخي محمد أنه الله بيحبك محبة خاصة وأعد لإلك مخطط خلاصة بدم المسيح على الصليب لحتى ما تعود أنت تحمل هم الخطيئة وما تعود تحمل هم الأبدية الله أعد لك الخلاص من الخطيئة وأعد لك الحياة الأبدية وما عليك إلا أنك تقبلها اليوم ياريت ياريت تردد وراي الصلاة إله المحب إله المحب أنا آتي إليك اليوم أنا آتي إليك اليوم أفتح قلبي أفتح قلبي أسكب محبتك يا إلهي في قلبي أسكب محبتك في قلبي يا إلهي باسم يسوع باسم يسوع خلصني من جميع خطيئي أغفر زنوبي وأعطني أن أعيش في رضاك وأعطني أن أحبك أعطني أن أحبك وأحب شعبك وأحب شعبك وأغفر لكل الذين أساءوا إلي وأغفر لكل الذين أساءوا إلي حتى يلي ارتكبوا أعمال القتل قتل ابنك حتى الذين عملوا أعمال قتل وأنا أشكرك يا رب لأنك خلصتني من الموت أشكرك يا رب لأنك خلصتني من الموت وكتبت اسمي في سفر الحياة وكتبت اسمي في سفر الحياة ولك الحمد والمجد باسم يسوع إلى الأبد أمين ولك الحمد والمجد باسم يسوع أمين 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 مبروك عليك الخلاص أخ محمد والربي باركك